بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الثامنة من دورة تعليم برنامج وورد الاحترافية هذه المحاضرة راح تكون مخصصة لكيفية إنشاء الجداول الجداول من الأمور المهمة والكثيرة الاستخدام في برنامج وورد وتوجد في الجداول الكثير من الخبايا والأمور الاحترافية اللي راح نغطيها إن شاء الله من خلال هذه المحاضرة توجد أدة طرق لإنشاء الجداول ما نشرح أكثر من طريقة لكيفية إدراج الجدول طبعا عملية الجدول تدرج من خلال صفحة إدراج وبعدين جدول أول طريقة هي الطريقة السريعة الطريقة البسيطة طبعا كل عمود أو كل مربع يمثل لي عمود عموديا ثلاثة طبعا المربعات الأفقية هذه المربعات الأفقية تمثل الأعمدة والمربعات العمودية تمثل الصفوف يعني عمود أول ثاني ثالث رابع خامس سادس وإذا نلاحظ في الورقة أنه كل زيادة مربع باللون البرتقالي راح يزيدنا عمود باللون الأسود على الورقة ونقدر نحدد عمود وصف مثلا صفين ثلاثة وأقدر طبعا أكون مجموعة أعمدة مثلا مجموعة أعمدة وألاحظ في الأعلى بالشريط أنه تطلع لي ثلاثة في عشرة يعني معناتها ثلاث صفوف في عشر أعمدة فطبعا وهكذا عند آخر عمود أو عند آخر صف نقدر نحتسبه نضغط كليك أيسر راح يتكون الجدول هذه طبعا الطريقة الأساسية والسريعة لإنشاء الجدول فيما يخص عملية كتابة البيانات داخل الجدول طريقة سهلة نضغط على أي خلية طبعا الخلية هي هذه الخلية عملية تقاطع صف مع عمود راح تكوننه الخلية أضغط على الخلية وأكتب بيها الكتاب اللي أريدها وأقدر أنتقل من خلية إلى خلية يأما بالمفتاح تاب يأما بالسهم يأما بالأسهم يأما بالمفتاح تاب جدا سهلا نعيد عملية إدراج الجدول حتى نحذف الجدول نحدد الجدول تحديد الجدول طبعا بالضغط والسحد ونضغط على المفتاح باقي سبيس من الكيبورد ونحذف الجدول هذه إحدى طرق حذف الجدول طبعا حتى ندرك الجدول يتكون من خمس أعمدة وست صفوف طبعا نروح على إدراج جدول نحسب قلنا هذا عبارة عن عمود ثنيا ثلاثة أربعة خمس أعمدة ست صفوف هذا صف الأول محدد ثنيا ثلاثة أربعة خمسة ستة وإذا ألاحظ أنه هذا جدول مكون لي من ست صفوف وخمس أعمدة مثلا ثنيا ثلاثة أربعة خمسة وأقدر مثلا بالصف الأول مثلا التسلسل الإسم مثلا من الإختصاص المواليد السكن أقدر مثلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممكن الأسماء نكتب مثلا أحمد ممكن علي مثلا هذا الجدول بعد ما ملينا طبعا نقدر نسق على هذا الجدول من خلال التحديد ومثل ما تعلمنا بالمحاضرات الأساسية ونقدر نستخدم الأمر نسخ التنسيق ونلصقها على بقية الصفوف طبعا نقدر أيضا نمطي لون خط لون تعبئة مثل ما تعلمنا ممكن العمود الأول نمطي لون تعبئة مثلا رصاصي فاتح نقدر طبعا نمطي مثلا حجم خط أربعة عشر ونقدر نسوي محاضات حجم خط أربعة عشر مثلا ونقدر محاضات إلى الوسط وصار عندنا جدول مثل ما تعلمنا حتى نحذف الجدول طبعا أكو عندنا عدة طرق يأما نحدد الجدول وباق سبيس يأما نحدد الجدول وكليك أيمن على أي مكان بالجدول ونختار حذف جدول هذا فيما يخص الطريقة السريعة فيما يخص إدراج الجداول الكبيرة من خلال إدراج جدول وإدراج جدول طبعا رح يطلب من عندنا عدد الأعمدة وليكن خمسة عدد الصفوف وليكن مية موافق ولاحظ أن الجدول رح يتكون من خمسة عمدة في مية صف طبعا نقدر مثلا تسلسل الاسم مثلا خنقول الاختصاص المواليد والسكن فلو احتاجين إضافة عمود بين الاسم والاختصاص طبعا نضغط كليك أيمن على الاختصاص ونختار إدراج طبعا رح يطلب من عندنا إدراج يأما أعمدة إلى اليسار يأما أعمدة إلى اليمين يأما صفوف إلى الأعلى يأما صفوف إلى الأسفل في حال أنه أنا احتياجي لمن أريد أضيف عمود فإذن العمود رح يكون بين الاختصاص والاسم بما أنه أنا محدد الاختصاص وعلى يمين الاختصاص فإذن رح أقول اختصاص فإذن رح يكون إدراج أعمدة إلى اليمين وألاحظ أنه هذا العمود اندرج إلى اليمين وممكن نقول مثلا محل الولادة وهكذا لو فرضا انا ردت اضيف بين محل الولادة والاختصاص عمود انا محدد محل الولادة فالعمود الجديد اللي راح ينضاف راح يكون على يسار العمود اللي انا محدده فاضغط اكليك ايمن على العمود واختار ادراج ومن ثم ادراج اعمدة الى اليسار ونضاف لي عمود ممكن اسمي سنة التخرج هذه فيما يخص الاعمدة طبعا فيما يخص الصفوف نفس طريقة ادراج الى اعمدة سهلة مثلا عندي او 1 2 3 4 فحتى اريد اضيف صف بين 2 و بين 1 لو فرضا انا يضغط على 1 كليك ايمن وادراج طبعا ادراج صفوف راح يكون هنا ياما الى الاعلى او ياما الى الاسفل بما ان اريد اضيف صف بين 2 و بين 1 فاختار صفوف الى الاعلى في حالة اريد اضيف صف اسفل رقم 2 فاختار صفوف الى الاسفل من ادراج وادراج صفوف الى الاسفل العملية سهلة جدا فقط تحتاج القليل من التركيز فيما يخص الطريقة الثانية لادراج الجداول الطريقة الثالثة وهي طريقة احترافية جدا طبعا نضغط زائد ويساوي زائد يساوي زائد يساوي زائد بما انه كل زائد هي خط لبداية عمود وخط بداية عمود وخط بداية عمود وخط بداية عمود وكل عمود يتكون من اثنين زائد او من اثنين خط فاذن عندنا هذا عمود اول هذا عمود ثاني هذا عمود ثالث بعد ما نضغط الزائد نضغط على المفتاح انتر رح يتكون صف حتى ازود عدد الصفوف اضغط على المفتاح تاب من الكيبورد رح يصير عدي عدد الصفوف لو فرضا احتاجت ان اضيف عمود جديد كليك ايمن واختار ادراج اعمدة الى اليسار وهكذا فيما يخص حذف عمود اقدر اضغط كليك بالعمود اللي انا اريد احذفه وطبعا لاحظ راح تنضاف عدي صفحتين جديدة صفحة تصميم وصفحة تخطيط ومن صفحة تخطيط حذف واختار حذف اعمدة راح ينحذف العمود اللي انا محددة او اللي انا كليك بيه مثل ما تلاعظون المؤشف لو فرضا اردنا نقسم الى اعمدة واحد اثنين ثلاثة ونلاحظ انه العمود رقم ثلاثة اريد احذفه اضغط كليك باي مكان بالعمود رقم ثلاثة واروح على قائمة تخطيط واختار حذف اعمدة اريد احذف العمود رقم واحد حذف وحذف اعمدة لو فرضا اضغط كليك باي مكان بالجدول وحذف اختار حذف جدول في بعض الاحيان ممكن واحد يسأل انا ما عندي قائمة تخطيط مثلا قائمة تخطيط ما اكو ليش ما اكو عندي قائمة تخطيط لان انا ما ضغط كليك من حدد الجدول حتى اضيف قائمة تخطيط زين لو فرضا انه انا اريد اكتب هنا تسلسل هنا الاسم هنا الاختصاص لاحظ ان العمود الاسم صغير جدا ويحتاج الى توسعة ليحتوي الاسم الكامل اخلي الماوس على الخط الفاصل بين العمودين واضغط كليك ايسر وابقى ضغط على كليك واسحبي اما الى اليسار اما الى اليمين حتى اتوسع عدي الجدول واقدر اكتب الكتاب اللي انا اريدها هذا فيما يخص وتوسعة الجدول طبعا اقدر احدد العمود من خلال اضغط كليك على هالمكان واروح على تخطيط وعدي هنا توزيع صفوف توزيع اعمدة ارتفاع الصف وعرض العمود مثلا انا ادخل لي عرض العمود خمسة خمسة سانتي متر ممكن بهذا السلايدر رح يكون خمسة طبعا اقدر اكتب كتابه واقدر بالماوس عن طريق السلايدر اريد هذا العمود الاختصاص يكون اثنيا مثلا طبعا نقدر اثنيا ونقدر نكتب اثنيا انتر وهكذا الصف مثلا لو فرضا انا ردت هذا الصف يكون اه مثلا ارتفاع الصف اثنيا ايضا طبعا لو فرضا ردت اني خمس صفوف او عشر صفوف يكون ارتفاعا اثنين احددهم كلهم واختار اثنيا انا الاحظ انه كل الصفوف رح اصير عدي بنفس الارتفاع الارتفاع واقدر بنفس الترتيب اه اضغط على هذا المربع الصغير اللي باسفل الجدول اضغط عليك واتحكم بارتفاع الصف طبعا نقدر نتحكم بارتفاع الصفوف وايضا نقدر نتحكم بعرض الاعمدة من خلال هذا الخيار ممكن احد الاخوة سألني كيف ارقم الجدول ترقيم تلقائي طبعا نحدد الصفوف اللي يريد ارقمهن ونروح على الصفحة الرئيسية ومن خيار الترقيم من خيار الترقيم نختار تحديد تنسيق رقم جديد ومن هذا الخيار نحدد هاي النقطة الصغيرة النقطة الصغيرة نحددها بالماوس ودليت ومن المحاذات نختار الى اليسار حتى الارقام تكون على اليمين يعني العملية عكسية اذا ارد الارقام تكون على يمين الجدول نختار الى اليسار نلاحظ انه الترقيم اصبح تلقائي ولما نضيف صف جديد مثلا ادراج ادراج صفوف الى الاسفل رح نلاحظ انه هذا الصف رح يترقم وطبعا اقدر اضغط على اخر خلية والمفتاح تاب اقدر اضيف صف جديد مثل ما تلاحظون صف جديد وكل صف رح ينضاف رح يترقم ترقيم تلقائي حتى الغي الارقام احدد الصف او الصفوف مجموعة الصفوف اللي مرقمة ومن هذا الخيار واختار بلا ترقيم هذا فيما يخص الترقيم بالجداول بعض الاحيان احتاج انه ادمج اكثر من خلية احدد الخلايا اللي اريد ادمجهم الى خلية وحدة واروح على تخطيط واختار دمج الخلايا تلاحظ انه اذن الخليتين صار عندنا خلية وحدة طبعا اقدر هذن الخلايا الارضعة نحددهم ونختار دمج الخلايا الخيار فرز اللي تعلمناه هذا الخيار نقدر نستخدمه بالجداول مثلا انا عندي ياسر ومثلا علي واحمد ونقدر نفرز هاي الاسماء تصاعديا من الالف الى الياء نقدر يأما من تخطيط فرز يأما من الصفحة الرئيسية فرز ونختار نص تصاعدي وموافق ألاحظ ان الاسماء رح تنفرز احمد علي ياسر يعني الجداول بسيطة جدا ولا تحتاج الى شرح اكثر ولكن تحتاج تطبيق وممارسة وان شاء الله رح نطبق تطبيق جميل جدا اللي هو عمل فاتورة قبض او وصل استلام احترافي طبعا رح ننشأ جدول صغير فيما يخص الحدود والتضليل من قائمة تصميم من قائمة تصميم عدنا رسم وعدنا ممحات رسم جدول طبعا اقدر اقسم هاي الخلية الى عمودين اقدر اقسم هاي الخلية او ثلاثة هذا فيما يخص طبعا اقدر اقسمها الى صفين فيما يخص الرسم اما الممحات فهي تمسح الخطوط وطبعا من خلال ضغط كليك واقدر عني احدد مثلا لاحظ لاحظ انه اقدري اما احددي اما اكليك الاحظ انه صار عدي هذا الجدول واقدر امسح هذا الخط وهذا الخط وهكذا هذا فيما يخص الممحات طبعا اذا بقت الامر متفعل امر الممحات متفعل اقدر ارجع الى تصميم واضغط كليك على ممحات رح يختفي الامر فيما يخص هذا الخيار هذا الخيار هو نوع خط الرسم وسمك خط الرسم ولون خط الرسم مثلا احمر لما اجي ارسم رح الاحظ انه الخط رح يرسم لي بالمواصفات اللي انا حددتها قبل شوية مثل ما تلاحظون وطبعا اقدر نفس الخط القديم ارسم فوقها حتى يكون يأما اكليك كليك كات يأما رسم مثل ما تلاحظون اضغط يأما اكليك واقدر ارسم خط جديد اقدر اغير اللون الى اللون الاخضر وارسم مثل ما تلاحظون في حال انه انا غيرت اللون وما ارسم اضغط مرة ثانية على اللون وارسم مثل ما تلاحظون مثل ما تلاحظون الرسم عملت الرسم يأما كليك كات يأما الرسم من جديد فوق الخطب هذا ان شاء الله كجزء اولي من الجداول وان شاء الله رح ناخذ بعد قليل تطبيق شامل على الجداول تبقى فقط الحدود والتضليل التضليل هذا التضليل نفس الامر اللي موجود هنا التضليل اللي هو لون التعبئة والحدود المقصود به هو ياما كهفة الحدود ياما بلا حدود رح يلغي لي الحدود الخاصة بالجدول مثل ما تلاحظون انه هذا جدول لمن اختار بلا حدود رح يكون جدول موجود ولكن بدون حدود حتى ارجع افعل الحدود احدد الجدول كله اما نضغط على هذه الزائد رح يتحدد الجدول ونختار هذا الخيار ومن ثم نختار كهفة الحدود رح ترجع لي الحدود والحدود اللي رح ترجع تنظف على اساس الحدود اللي احنا صممناها بها المكان يعني مثلا اختارت الحدود باللون الاحمر احدد الجدول واروح على الصفحة الرئيسية واختار كافة الحدود ارجع اختار كافة الحدود رح الاحظ انه الحدود صارت باللون الاحمر طبعا تطبيق اليوم رح يكون تصميم فاتورة شراء احترافية وبسيطة في نفس الوقت بداية حتى نصمم الفاتورة بشكل مباشر ندرد جدول ادراج جدول ومن ثم نختار عدد الاعمدة 5 عدد الصفوف 20 موافق الخطوة التالية تنزيل الجدول الى الاسفل بعدها نحدد الجدول طبعا نكبر حجم الورقة ونحدد الجدول ومن الصفحة الرئيسية نختار حجم الخط 14 bold 14 bold ممكن ومن تخطيط نختار هذا الخيار اللي هو محاذات الى الوسط نختار محاذات الى الوسط الخطوة التالية هي تحديد الجدول من هذا المربع اللي هو علامة الزائد نحدد الجدول ومن ثم تصميم ومن ثم من حدود ونختار حدود وتضليل ومن ثم ننتبه نفعل الخيار الكل نفعل الخيار الكل ونختار هذا الخيار اللي هو الخطوط المنقطة ومن ثم موافق تحول عندنا جدول الى خطوط منقطة بعدها مثل ما تعلمنا نجي نرسم نختار نوع الخط مثلا هذا النوع ونختار حجم الخط مثلا يمكن نختار هذا نوع الخط وحجم الخط نختار ثلاثة نقطة ولون القلم نختار هذا اللون اللي هو اللون التركوازي بعدها نجي نرسم الاطار مثل ما تعلمنا طبعا نرسم الخط الثاني ونرسم ونرسم الاعمدة ممكن هذا الخط ايضا نحدده تمام بعدها نلغي الامر نحاول انه هذا العمود من خلال السهم طبعا نخلي الماوس بالطرف الاعلى للعمود رح يطلع لنا سهم نضغط ومن تخطيط عرض الاعمدة اول عمود رح يكون بعرض واحد سنتيمتر ثاني عمود رح يكون بعرض سبعة سنتيمتر ثالث عمود رح يكون بعرض ممكن يكون اثنين بوانينت خمسة ممكن العمود الثاني الثالث او الرابع والخامس يكون ايضا اثنين بوانينت خمسة تمام جدا الخطوة التالية نكتب مثلا الاسم التفاصيل وسعر المفرد ونكتب الكمية ومن ثم المجموع طبعا ننطي تضليل نضلل الصف الاول العنوان من خلال تصميم والتضليل ونختار هذا اللي هو اللون التركوازي ومن الصفحة الرئيسية نختار اللون الابيض وننطي bold الى النصوص هنا في الاسفل نحاول ندمج هذين الصفين حتى يكون للمجموع ممكن نروح على تخطيط ونختار دمج الخلايا مثل ما تعلمنا في بداية المحاضرة وهذين الثلاثة الصفوف ايضا ندمجهن من خلال تخطيط ودمج رح نكتب هنا المجموع وطبعا ننطي تفاصيل للون ايضا تركوازي وطبعا لون التفاصيل تركوازي نضلل الناس وbold ولون ابيض طبعا اكتمل عندنا الجدول وهو تقريبا نصف الشغل الخطوة التالية نروح على ادراج اشكال وندرج شكل على ادراج اشكال وندرج شكل وليكن هذا الشكل ممكن نعرض الشكل بشكل يعني طبعا يفضل انه يكون للطرف ومن تعبئة الشكل نختار هذا الخيار اللي هو اللون التركوازي ومن المخطط التفصيلي نختار بلا مخطط تفصيلي ايضا نرجع الى تعبئة الشكل ونختار التدرج ومن ثم نختار احد التدرجات وليكن مثلا هذا التدرج نلاحظ صار عندنا هذا التدرج الخطوة الثانية هي ادراج صورة ادراج صورة وطبعا من سطح المكتب راح اضيف قاني هذه الصورة طبعا كليك ايما على الصورة مثل ما تعلمنا التفاف الناس ونختار امام الناس طبعا نصغر الصورة نحاول نخليها في هالمكان هذه تكون صورة لشعار المؤسسة اللي ينتمي الها هذا الوصل طبعا نكتب هنا بهالمكان من خلال ادراج مرضع نص يكتب اسم المؤسسة اللي هذا الوصل راح ينبثق من عدها مثلا انا راح اكتب عالم عالم بهال احترافي ونكبر حجم الخط ونختار لون ابيض وطبعا المخطط التفصيلي من تنسيق تعبئة بلا تعبئة والمخطط التفصيلي بلا مخطط التفصيلي طبعا ممكن ان نختار طبعا ممكن نختار فونت وليو كنا راح اختار فونت اللي هو بيتي هيدينك ممكن عالم بهال احترافي ممكن نلغي البول يكون اجمل وممكن نختار احد الانماط اللي تعلمنا عليها ممكن هذا النمط يكون جميل جدا عالم بهال احترافي ممكن اضيف مربع نص اخر واكتب وصف للمؤسسة مثلا اقول موقع موقع الكتروني مختص بتعليم الحاسوب وتقنياته طبعا طبعا ممكن انه ننضي التنسيقات مثلا بولد حجم 16 او 14 وتوسيط ممكن ممكن نختار 16 ونلغي التعبئة والمخطط التفصيلي كما تعلمنا من تنسيق التعبئة بلا تعبئة والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي ونحدد النص ونخلي اللون ابيض الخطوة التالية ادراج مربع نص ونضيف بها المكان الحجم يكون 14 بولد واللون لون الخط يكون اللون التركوازي واكتب مثلا التاريخ سلاش سبيس سلاش سبيس واكتب مثلا 2000 واخلي فراغ حتى يكون متغير 2016 17 18 وهكذا وانزل الى الاسفل واكتب السيد واخلي نقاط وابنهاية النقاط اكتب m s او m s نقطيا حتى يكون عربي انجليزي طبعا نحاول نوسع النقاط حتى يكون بنهاية تمام جدا يفضل انه هذه النقاط نستثنيها من البولت حتى تكون فاتحة والكتابة تكون بشكل اوضح تمام جدا ممكن نزلها الى الاسفل ومثل ما تعلمنا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي طبعا ندرج مربع نص جديد من ادراج مربع نص ونكتب مثلا NO لهو رقم الوصل وطبعا بما انه عندنا انجليش رح يكون المحادات الى اليسار او ممكن نخلي المحادات الى اليسار وننزل هنا الى الاسفل نكتب الموافق طبعا نكبر حجم الخط ونكتب الموافق و سلاش سلاش ومثلا 1400 ونخليها فراغ ونكتب هجرية طبعا نوسع شوية مربع النص نضلل كل النص الموجود بداخل هذا المربع النص الفونت نمطي 14 عفوا اللون الخط الكوازي الفونت 14 bold حتى يكون متساوي الى طبعا متساوي الى التاريخ الاول ومن تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة المخطط التفصيلي بلا مخطط التفصيلي ونحاول نرفع في هالمكان تقريبا طبعا انا اشوف انه هذا المربع او هذا الشكل يحتاج لان نرفع الى الاعلى ونرفع النص وايضا النص التعريفي والشعار وبالتالي نرفع النص الاول ونرفع النص الثاني ممكن بالتالي وبالتالي نكتب بمربع نص جديد بها المكان ممكن تكون فاتورة نكتب فاتورة نقدية نكتب الاسم بالانجليش طبعا نختار في التنسيق معين وليكون حجم الخط 18 bold توسيط مثلا وممكن انه بالاعلى يكون اللون تركوازي بالعربي وبالانجليش يكون اللون مثلا اللون البرتقالي طبعا مثل ما تعلمنا من تنسيق تعبئة بلا تعبئة المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي وممكن نضيف خط جميل يفصل بين العربي والانجليش وممكن من المخطط التفصيلي الوزن نختار فاتورة وزن معين وليكون هذا الوزن وممكن يكون بلون ممكن يكون بلون تركوازي وطبعا يفضل أن يتوسط المسافة تبقى عدنا هذا الجدول ممكن نرفع إلى الأعلى تبقى عدنا هذا الجدول طبعا نحاول ننتبه أن يكون مربع النص بقدر مسافة النص يعني إذا عدنا هذا الزيادة نحاول نقلص بحجم مربع النص حتى تلاقي ندمج وهي الجدول ونحاول نرفع الجدول بهالمكان بعدها نحاول نوسع مساحة الصفوف من خلال مدء الجدول إلى الأسفل ممكن نمده بعد إلى الأسفل وبعدها نضيف مربع نص إدراج مربع نص ونكتب مثلا بها المكان اسم المستلم ونقاط مثلا ومسافة ونكتب التوقيع ممكن أيضا نخلي نقاط وبنفس التنسيق حجم 14 بولد وبلون ركوازي ممكن أنه هذه النقاط الخاصة بالتوقيع نحاول نقلصها قليلا تمام ممكن نستثني النقاط من البولد مثل ما سويناها بالأعلى وأيضا مثل ما تعلمنا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي تبقى إدراج تبقى إدراج شريطين في الأسفل ممكن أن يكون هذا الشريط الأول طبعا يكون بلون تركوازي ومخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي وناخذ نسخة أو ممكن نحاول نوسع العرض ومن الصفحة الرئيسية نسخ لصق ونحاول نخليه بالأسفل ومن تنسيق تعبئة الشكل رح نختار هذا اللون اللي هو تركوازي البورتقالي والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي تمام جدا بعدها نحاول إدراج مربع ناص ونكتب مثلا بندرج من إدراج مربع ناص نكتب مثلا بهالمكان نكتب مثلا الغلط والسهو مرجوع للطرفين وممكن أنه يكون بلون أبيض بالأسفل وبتنسيق بلا تعبئة والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي وممكن أن يكون توسيط ونخليه بالمكان بالوسط تقريبا ممكن يكون عشرة وبولد هذا فيما يخص الغلط والسهو ممكن النزل إلى الأسفل طبعا ممكن ناخذ نسخة ولصق ونخليه بالأسفل ونكتب مثلا العنوان عنوان يكتب هنا عنوان المؤسسة ممكن نكبر العرض شوية حتى تشوفون ممكن عنوان المؤسسة مسافة مثلا البريد الأليكتروني طبعا ونكتب عنوان البريد الأليكتروني ممكن رقم الهاتف ونكتب رقم الهاتف وممكن اسم صفحة الفيس بوك تبقى خطوة أخيرة وهي أضافة اسم المصمم من خلال مربع نص إدراج مربع نص ورسم مربع نص وبالأسفل نكتب اسم المصمم مثلا أنا راح أكتب تصميم تصميم مثلا بها ورد ممكن يكون بولد حجم الخب عشرة وممكن يكون لون الخب تركوازي حتى تكون الألوان موحدة وممكن ننطيها محاذاة إلى اليسار ومثل ما تعلمنا تعبئة الشكل بلا تعبئة والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي طبعا صار عندنا هذا الوصل أو فاتورة الشراء فاتورة جميلة جدا وبسيطة في نفس الوقت واحترافية طبعا تطبيق هذه المحاذرة هو عمل هذه الفاتورة الألوان يفضل أن تكون نفس الألوان مع تغيير الشعار أو إذا يعجبكم تخلون الشعار نفسه ما يكون مشكلة ولكن كل واحد يكتب لي اسم هنا مثلا أنا رح أكتبها عبدالستار جبار كل واحد يكتب لي اسم الثلاثي بهالمكان حتى يكون الوصل خاص به ودزولي كالعادة على شكل صورة بالفيسبوك ونلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى اشتركوا في القناة